على المستوى الفني هي كرة قدم سواء كان في أفريقيا في أوروبا وبالتالي الأمور متساوية فيلر عنده خبرات كويسة وهو قدراته كمدير فني بيشوف شكل كويس بيقدي اللي هيعيق فيلر لو حصل أي حاجة هو ضغط المباريات بعض الإصابات أو رأيك ما تبقاش جاهزة أحيانا بقى فيه توفيق وعدم توفيق فيلر شكل رائع جدا قال كرة القدم لا تعرف المكسب دائما فيه ماتشاط هتلاقي فيه هزيمة فيه ماتشاط هتلاقي فيه تعادل الناس لما سمعت الجمهير التصريح ده قالوا الراجل الآن من إيه لا الراجل تكلم في مهية كرة القدم وتكلم عادي جدا وتكلم وقال يا جماعة أن مش كل حاجة بتمش مكسب كرة القدم مش مكسب على طول يا سلام لو بيتمكسب على طول لما كرة القدم فيه أحيان بقى فيه تعادل فيه أحيان بيبقى فيه تأخر وهزيمة وفيه أحيان بيبقى فيه مكسب لكن في بعض المباراة عمر اللي وقف فيها فيلر قدام نفسه المباراة الأولى مباراة النجم واللي حصل فيها العزيمة وطريقة النجم اللي لعب بها المباراة تانية مباراة حرس الحدود المباراةين دول خلوا تفكير فيلر يختلف ودايما يشتغل على إزاي أقدر أشتغل على فرقة وأحرز أهداف لما بتكون فرقة بتلعب زوم ديفينس بالكامل وده ظهر في الماتشات اللي بعد كده طب النقطة دي يا سيد إيهاب هل هي عامل إيجابي والعامل سلبي قبل مصد مهم أفريقي إنك تفوز في مباراة الدوري بنتائج كبيرة بتفوز أربعة للاتحاد بتفوز بنتائج كبيرة بتفوز على منافسين أقوية تمانية مكسب في الدوري بدون تعازل بدون هزيمة هل حرك شايف أو حالتك معه إن الفوز بقريحية هل ده ممكن يشيل الضغطات شوية من على لعب الناد الأهلي والمدير الفني ولا ده بيزيد من الضغطات على إنهم يحققوا نفس السكور ونفس المستوى اللي بيقدوا فيه ببطولة الدوري طب هنفصل هنا عمر بين المستوى المحلي والمستوى الأفريقي لإن فيه جاب بين الاتنين عشان نبقى إحنا واضحين وإن اللي بيحصل في الدوري المحلي مختلف تماما عن البطولة الأفريقية الحاجة التانية إن مستر فيلر نفسه غير راضي عن الأداء التهديفي لفريق الناد الأهلي يعني شايف إن فيه عدد من الفرص بيديه ناس يقول لك ده أربعات وتلاتات والأهلي راكبوا معدل تهديف عالي لا الراجل شايف إن مازال فيه بعض الأخطاء وأضاعت بعض الفرص لو تم استثمارها بشكل أفضل هيبقى المعدل أفضل من كده يعني هو المعدل ده مش باسته خالص ولا وصل للمرحلة اللي هو عايزها يعني هو يعني الراجل بقول لك طب أنا بروح بضيع 3-4 فرص بضيع 5 بضيع 6 في المتش بجيب 3 بجيب 4 طب ليه ما ضيعش 2 واجيب الـ 6 يعني هو الراجل بيشتغل وده فكري كويس طب لما بتروح لازم تسجل وكل ما تقلل الفرص الضائعة ده حاجة كويسة جدا أنا بقول ده التوفيق اللي بيبقى موجود الحاجة المهمة هو الراجل متأكد تماما وعارف أول ما تعقد مع النادي الأهلي كلام لجنة تخطيط قعدت معاك كابتن سيد عبدالحفيز قعد معاك وتكلمه كان الكلام واضح جدا إن البطولة المحلية مهمة وبطولة الدوري طبعا هي بطولة الأهلي المحببة ولكن البطولة اللي وحشة جماهيري النادي الأهلي واللي الأهلي بيسعى عليها الفترة اللي فاتت هي البطولة الأفريقية فده الضغط اللي ممكن يكون عند الراجل نفسه لكن اللعيبة واخد سكة كبيرة جدا اللعيبة بتقدي بشكل كبير جدا اللعيبة عندها روح رائعة جدا في المبارات اللي فاتت بتقدي بشكل كويس جدا هم نفسهم في وجودهم في الشارع وتعاملهم مع الجماهير ومع نفسهم حتى لأن هذا الجيل جيل جديد مازال النادي الأهلي بيعمل جيل قد يكون لم يكتمل حتى الآن آه بتدخل يناير بالدعم هتروح أول السنة الجاهة الدعم لكن أنت الفرقة دي لسه الأهلي بيبدأ بجيل جديد دعم كل الناس قالت الفرقة كده بقت كويسة وأداءها بقى كويس لا أنا بقول لك أن لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة بقاطة كابتن محمود الخطيب في دماغهم حاجات كبيرة لسه جاي ولكن أنت عندك التزامات بتمشي معها خطوة خطوة أنت جيت في التزامات الشتاء شفت فرقتك عايزة إيه بتدعم وفقا لرؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط أنت أول السيزون الجاي مش بتستنى لما السيزون يدخل عليك أنت من دلوقتي عارف بتعمل إيه وهتعمل إيه مع بداية السيزون علشان تكمل الفرقة اللي أنت بتحلم بها أنها تكون فرقة متكاملة وإن شاء الله الفترة اللي جاية الأهلي يستطيع أنه يخلي فرقته فرقة متكاملة